بسم الله الرحمن الرحيم وقهره يوم إذ بات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات الذي قد تمر على أي أمة أن يوم السادس من أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعب العالم المحبة للسلام فمصر لم تحارف فقط دفاعا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وعفظت على مكتسباته شعب مصر العظيم أن حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ القرارات المصرية التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية ومن هنا فإنني أوجه التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام الذي اتخذ بجسارة قرار الأبور العظيم رغم شبح الهزيمة الذي كان يطار للجميع وتحية له أيضا باتخاذه بشجاعة الأبطال قرار السلام الذي طوى صفحات الماضي وفتح أفاق المستقبل لسائر المنطقة ومن هذا المقام كمواطن مصري وكرئيس لمصر وجه تحية يملؤها الإجلال والاحترام إلى كل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث وتحية يملؤها الفخار والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التي أتشرف بأن أكون ابناً من أبنائها وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي وحسن هذا البلد الأمين وحام مقدرات شعبها العظيم وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش بإذن الله أمراً مقدساً وضامناً أبدياً لأمن هذا الوطن واستقراره وتحية من أعماق القلب إلى أرواح الشهداء أبطالنا الذين منحون حياتهم ذاتها كي يحيى الوطن حرًا كريمًا مستقلًا شعب مصر العظيم أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الإنكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدوب ثم العمل الدوب ثم العمل الدوب بعزيمة وإرادة صلة بعزيمة وإرادة صلة من أجل تحويل الرؤية والأمل إلى واقع جديد يسود ويضغى على عثرات الماضي ولعلكم تتفقون معي إن تلك هي ذات المعاني والقيم التي نعيشها اليوم في معركة البناء والتنبية التي نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير واقعنا بشكل حقيقي ومستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة بإذن الله الجمهورية التي نتطلع إليها والتي تلبط محاط طال انتظارها جيلا بعد جيل في مستقبل أفضل لهذا الوطن يكون بقدر عراقة وحضارته وعزم تاريخه إن الجمهورية الجديدة التي أراها عين اليقين سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها إنها الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة وإلى الانتلاق على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات وبحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات معيشية كريمة فكما شاء القدر لجيل أكتوبر أن يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء انجسام في إن الأجيال الحالية كانت على موعد أيضا مع القدر لتعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر الممتد لتعاصر أحداثا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية يشهد العالم بأسرين وتعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي يئن من وطأتها كل فرد على هذا الكوكب نموزجا على ما نراه ونعيشه ونحياه ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالي وفي ظل هذه الأحداث وتلك الظروف ما زالت هناك قوى شر تدمر بداخلها كل معاني الحقد والكرهية فراحت تبس سمومها فراحت تبس سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات بهدف إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته ولكنني على يقين أن الإنسان المصري صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك المساعي المضللة الكاذبة وأن لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعي ما بين الغث والسمين والهدم والبناء وما بين الإخلاص وحب الوطن والشعب والخبث والقراهية وقراهية هذا الوطن وشعبي وفي الختام في يوم احتفالنا بمعجزة العبور أقول لكم إن عين التاريخ تنظر إليكم يا أبناء شعب مصر العظيم فلتكتبوا لأنفسكم تاريخا جديدا من المجد تعالون به إلى المكانة الرفيعة التي طليق باسم مصر الخالد والتمدو في تأسيس الجمهورية الجديدة وبناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح جميعا إليه ونعمل من أجله مخلصين النية لله والوطن والشعب شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير ومصر في أمان وسلام أمان وسلام الله أمان وسلام الله وتقدم وبشعبها العظيم وجيشها الباسل تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة